مدرسة المسيح عشان كده سمناها مدرسة المسيح مدرسة بندعوك فيها أنك تكون تلميذ تلميذ بصحيح للسيد والمعلم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في المدرسة دي هندرس 12 كتاب كل كتاب فصل بيلمس جانب من أهم جوانب مسيرتنا مع الله تقدر في المدرسة دي أنك تسجل نفسك تلميذ على الويب سايت باسمك أو باسمه مستعار وبالتسجيل ده تقدر تنزل من على الويب سايت كل الدراسات والأسئلة والشتات اللي أنت محتاج تجاوبها وتبعتها لنا وتقدر كمان ترسلنا بتساؤلاتك واحتياجاتك عايزين نقف جنبك ونساعدك بالمشورة والرد على أسئلتك ربنا يقودك معنا في رحلة رائعة تكون فيها تلميذ للمسيح أهلا بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح وأنا عارف أن كل ما بنسمع بنفاجأ أن بعض الحاجات اللي يمكن نسمعها مش متعودين عليها لأن تعودنا نسمع بطريقة معينة وبأسلوب معين لكن دي فرصتنا أننا نبحث في الحق وندور على ربنا كما أعلن نفسه لنا في المرات السابقة مشينا مشوار طويل في معرفة الله في مين هو ربنا في طبيعته في صفاته الطبيعية قدراته الغير محدودة وفيه شخصيته الأدبية وشفنا جمال وروعة المحبة اللي بتعبر عن نفسها في القداسة التي تبغض الشر ولا تصنع الشر للقريب واللي بتعبر عنها في الرحمة اللانهائية أدمتو لكي الرحمة وبتعبر عن نفسها في عدالة توزيع الحب والرحمة وإعطاء الناس الفرص المتكافئة فليس عنده محابة ليس عنده محابة مش عارف لو أبوك كده تنبسط بي أكتر ولا لو بيحبيلك وإنت واحد من إخوة كثيرين تحبه أكتر لو أنا أناني حابة عايزوا يحبيلي أنا لو أنا مش أناني هيعجبني أكتر أبويا إنه عادل وبيحبنا زي بعض وبيساوي بيننا وبين بعض ومش بيميز حد عن حد ودي روعة ربنا الصفة الخمسة في الصفات الأدبية اللي حنتكلم عنها النهاردة هي الحق آيات كتير قوي سمعنا فيها أن ربنا حق مش بيصنع الحق اللي هو البر لكن هو حق كل سبل الرب رحمة وحق مزمور خمسة وعشرين عشرة الشعي خمسة وستين ستاشر فالذي يتبرك في الأرض يتبرك بإله الحق يسوع لما تكلم عن نفسه قال أنا هو الطريق والحق والحياة يعني إيه حد يبقى صفته الحق يعني إيه حد يبقى حق دي صفة رئيسية دي صفة رئيسية وعكسها إيه إذا قلنا عكس المحبة فاكرين هي إيه أنانية عكس القداسة عكس القداسة ها الخطيئة مش كده عكس البر الإث مزبوط عكس الرحمة القسوة مش كده وحد قال ربنا قاسي وصائي يعني عكس أخذ بالك عكس الرحمة القسوة مش كده عكس الرحمة القسوة الانتقام مش كده عكس الرحمة أني أنتقم بدل ما أرحم بنتقم عكس الحق خلينا نسمع أصحابنا ونسمع أخواتنا اللي متعودين نسمعهم وبعد نرجع نشوف إيه هو الحق وعكسه إيه دايماً لما بتحط عكس الحاجة بتشوفها بوضوح مزبوط عايز تعرف اللون كويس حطوا جنب الأبيض أو حطوا جنب الأسود مزبوط نسمع أخواتنا وبعد نرجع نحطوا جنب الأبيض ونحطوا جنب الأسود مجرس المسي الله حق يعني إيه الله حق يعني الله عادل الله ما بيعملش حاجة أنا مش عايزها حتى لو كان فيه في الأول اختيار أنا ما كنتش عايزه ربنا بيكمل على الاختيار ده هو عنده خطة أحسن فهو بيديني اختياره أمشي فيه وفي الآخر بوصل لحاجة أنا ما كنتش أتوقع أنا أوصل لها يعني يمكن هو مش عارف الحق يعني الحقيقة الوحيدة في حياتنا فيمكن ربنا هو الحقيقة الوحيدة الموجودة في حياتنا فيمكن هو ده الحق وده إيه فبتالي إذا يفرق معي في ايه في حياتي مع ربنا الس لم تفرق في حياتي يمكن أن الله موجود و الله ده بس مش بس كلام مكتوب في كتاب ومش بس كلام أنبيا ورسل ألوه لكن الله حقيه الله موجود في كل حاجة أنا بعملها موجود على الأرض دي موجود على الأرض اللي انا عاشين فيها موجود في بيوتنا وموجود في كل مكان ربنا قال إن كل اللي تطلبوه باسمي هيوجد ليكو كم مرة طلبت حاجة وما حصلتش؟ هي يعني أنا بطلب كتير حاجات ما بتحصلش لأن الله عنده خطة هل ده معناه أن الله مش حق وبيغير كلامه؟ لا الله حق و الله ما بيغيرش كلامه لكن الله قال إنه هو يعني زي ما عمل مع يوسف يوسف إخواته رمو في البير وحصل له حاجات كلها وحشة أتم قصدتم بيه شرا لكن الله قصد بيه خيرا مجرس المسيح الله نور وليست فيه ظلمة البتة يعني إيه نور هنا؟ نور مش أصوب بيها نور لمبة لأ الله نور يعني نور لعيوننا يعني نشوف جمال ربنا ونور لقلوبنا ونور لحياتنا الناس اللي متعرفش ربنا هي أفكر مش عايشة يعني إن ربنا هو نور نور الحياة يعني نور حياتي ونور طريقي نور علاقاتي هو اللي بيينور فينا هو اللي بيدينا كمان نور عشان نبقى نور للعالم يعني النور بيجي من القداسة يعني موسى لما طلع وقعد يكلم ربنا على الجبل نزل منور بنور الله لأنه كان قدوس كان بلا خطيئة لمدة فكان قدوس فكان وشه منور وهو مش عارف فالله منور لأنه هو قدوس فإحنا لازم نشوف النور ده ونمشي وراه النور عكس الظلمة زي ما اللي متشاف عكس اللي مستخبني يعني إيه الله نور وليس فيه ظلمة البتة بالمعنى ده افتكر إن الله واضح قوي مفوش يعني محدش يقدر يمسك عليه حاجة مفوش خطيئة مفوش نقطة سودة هو حاجة بيضة فمحدش يقدر يمسك عليه حاجة فهو بيينور للناس الأبيض دايما بيعكس النور فهو ربنا بيعكس نور بيطلع نور منه يعني كل حاجة واضحة للناس ما فيهاش حتة مستخبية أو أنا أوقات بشوف ناس أحس إن هم شوية غمضين فيهم غموط فبيبقى فيهم حتة الناس مش فاهمها لكن الله مش كده يعني الحتة دي صغيرة بس جميلة جداً وعايزكوا تلتفتوا إليها لأن مرات كتير المجتمع اللي احنا عايشين فيه لم يعطي للحق مكان الحق قيمة قليلة لكن بنكتشف إن واحدة من الصفات الأساسية السبعة في الشخصية الأدابية الإلهية الحق لأن إليها مكانة كبيرة قوي عند ربنا وحنشوف حالاً إيه أهميتها بالنسبة لنا إحنا كمان لو حبيت أعرف الحق أقول إيه؟ لما ربنا قال أنا هو الطريق والحق والحياة المسيح أصد حكتين أصد أنا الحقيقة أنا الحقيقة الله هو الحقيقة المطلقة بس دي مش صفة دي كينونة مش كده؟ فالكلمة دي تعني دايماً معنيين أنه هو الحقيقة هو الحقيقة لكن الحق كصفة الراجل ده حق يعني اللي بيقوله حقيقة صادق ويعني مش بيخبي الحقيقة بمعنى transparent شفاف أقولها تاني العبارة دي مهمة قوي التعريف دا الله حق كصفة مش بس كحقيقة فهو الحقيقة المطلقة ده absolute truth ناس كتير بتقول ما فيش حق مطلق صح؟ كتير أولي من دول ما فيش حق مطلق الله مطلق مش كده؟ فهو الحق المطلق الله مطلق وهو الحق المطلق مزبوط؟ فالله هو الحق لأنه هو مطلق الحقيقة لكن صفة حق بمعنى الكلمتين دول أنه صادق فيما يقول وأنه لا يخفي الحقيقة سر الرب لخائفه عهده لتعليمهم خلونا نسمع بعض الآيات اللي هتعبر على طول عن المعنى اللي احنا قلناه دوت عدد سفر العدد 23-19 بيقول ليس الله إنسانا فيجذب بانت قوي عكس الحقيق ليس الله إنسانا فيجذب ولا ابن إنسان فيندم هل يقول ولا يفعل هل يعد ولا يفيه؟ بيتحك علي يا ربنا؟ لا ليه؟ لأنه مش إنسان الإنسان بيجذب عشان يخبي إيه؟ الحقيقة يخبي إيه؟ يخبي ضعفه عمل عمله وبيخبيه عملت كده لا ما عمله مش أنا مش أنا مش أنا وأوما تلاقيه كده يبقى غير يعني يبقى التمال كبير على طول ده هو ده هو ده هي معرفش معرفش هل الله إنسانا فيجذب؟ هل الله ابن إنسان فيندم؟ هل يقول ولا يفعل؟ هل يعد ولا يفي؟ يحن 14 16 17 لما المسيح تكلم عن الروح القدس قال أنا هو الحق أنا الطريق والحق والحياة لما تكلم عن الروح القدس واحدة من الألقاب اللي أعطاه للروح القدس تفاكرين؟ سمال معزة باراكليتوس وسمال روح الإيه كمان؟ روح الحق ليه؟ لأنه يشهد للحق لأنه يعلن الحق لأنه يقول الحق لأنه يظهر الحق لأنه عايز ينير أعيننا عشان نعرف الحق ليه الحق مهم؟ لأن الحق بيحررنا الحق بينجينا الخداع بيضيعنا 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 فربنا عايز يعلن الحق لأن الحق لمصلحتي هنجي له حالة آيات تانية يحن 17 وعدد وعدد 3 هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ده مش الحق بقى هو الحقيقة هو العقيقة يعني فيه آلهة مزيفة كتير صنعت أيدي الناس في إلهة وحيد صنع السماء والأرض بس في آلهة كتيرة صنعت أيدي الناس في ديانات كتيرة صنعت أيدي الناس يحن 17 بيقول إيه بقى في 17 دي قدسهم في حقك كلامك هو حق فلما بتكلم عن الله بيتكلم أنه حق لما بتكلم عن المسيح بيتكلم أنه حق بتكلم عن روح القدس هو روح الحق لما بيكلم عن كلام الله هو حق هو حقيقي هو الحقيقة هو الحقيقة اللي الناس محتاجة تعرفها هو الحقيقة اللي ممكن تنقذ الناس من الضلال اللي هم عايشين فيه طيب آية سألنا الناس عنها وتبان ملهاش علاقة بالموضوع بس لو فهمناها حنكتشف النص التاني من هذا التعريف إن الحق هو قول الصدق وعدم إخفاء الأمور وعدم إخفاء الأمور الآية دي في غاية الأهمية مش موجودة هنا بس أنا حقرها لكم وبعدين حنشوفها هنا هو بالضبط اللي إحنا بنقوله ده الآية دي في يحن الأولى 1-7 يحن الأولى 1-7 بيقول إيه آية جميلة جدا خليني أقراها من أولها لأنها بتعبر عن الفكرة دي هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به أن الله نور الكلام ده من عدد خمسة أن الله نور وليس فيه ظلن البت وديه اللي سمعناه الله نور وليس فيه ظلن البت معناها إيه يعني الشمس ما بتغربش عنده أكيد مش بتكلم عن النور والضلمة كده هنا مش كده فبيتكلم عن الظاهر والإيه والخفي الضلمة معناها حاجة مستخبية ربنا نور وما فيهوش حاجة إيه مستخبية إحنا في حياتنا في حاجات باينة وحاجات كتيرة إيه مخبينها مش عايزين حد إيه يشوفها جوانا نور جوانا إيه ظلمة بيقول الله نور وليس فيه ظلمة البت وبعدين بيقول كلام جميل قوي هنا بيقول إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نجذب ولسنا نعمل الحق إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية إذا قلنا إن النور هنا معناها القداسة يبقى إزاي إن سلكنا في النور دم يسوع يطهرنا من كل خطية لما أنا سلك في القداسة مش محتاج بقى دم يسوع يطهرني مظبوط وإعلاقة القداسة بإن أنا شركة بعضنا مع بعض لكن لو فهمنا النور هنا بمعناه اللي واضح في المعنى واللي هنا إنه لا عدم إخفاء الحق بيقول ربنا مش بيخبي ربنا عايز يظهر ليه 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 عايز يظهر اللي جواه عشان اللي جواه إيه عشان اللي جواه حلو أنت بتخبي إيه أنا بيخبي الوحش مش كده لما أكون بحبك بطلع مش كده لما أكون أرج منك وإقراك ها لأن الجواه وحش لما يكون الجواه حلو أبا عايز أخبي أبا مكسوف منه فده اللي بيقوله بيقوله الجواه ربنا حلو حب رحمة وعدل وبر وقداسة فربنا نور مفوش حاجة غلط يخبيها ممش مكسوف من حاجة يدريها فنور وليس فيه ظلمة البد وبيعني بيقوله إيه إذا سلكنا معاه لازم نسلك معاه في إيه في النور يعني إيه أسلك في النور يعني مش عادي أخبيه لما ما بخبيش لما الجواه بيطلع للنور بيحصل إيه بنعرف نبقى عندنا شركة مع بعض لأن باب أتعامل معاك الحقيقي لأنك مش مش عتها مش مزيف يتحقييه وأنا حقييه فالحلاقة بتبقى حقيية فلانا شركة بعضنا مع بعض لما بتطلع العيوب لما بتطلع الظلمة دم المسيح يقدر يعمل لها إيه يغسلها ويطهر لكن أنا خبيت ضعفي أنا خبيت غلطتي أنا كتمت خطيتي العلاقة اللي بينا من بعض إيه مزيفة ودم المسيح مش عارف يوصل لأن أنا مخبي أنا مخبي لما طلحها إن اعترفنا بخطيانا هو أمين وعادل يقدر يطهرها يقدر ياخدها مني بس أنا شايلها ومش عايز حد ياخدها مني هيخدها مني غزبا عني تفقنا إن ده ما ينفعش شاكد الحتة دي جميلة أو بصوا بقيتها بيقول إيه إن قلنا أنه ليس لنا خطيئة ندل أنفسنا وليس الحق فينا إن اعترفنا بخطيانا هو أمين وعادل حتى يخفر لنا خطيانا هو غفرها من الأول بيدينا شك الغفران بس بيعمل حاجة تانية بقى مهمة هنا ويطهرنا مش بس الغفران هنا بيعمل إيه بقى؟ بينضفني بينضفني الله صادق ما بيجدبش الله حقيقي مش مزيف ربنا ما عندوش رياء لا يظهر ما لا يبطن ومش عايزنا نتصرف غير كده الله ما بيحبش التقية ما بيحبش إني أظهر ما لا أبطن ما بيحبش الرياء إني بابان بطريقة وأنا جوايا حاجة تانية لأن ده كذب لأن ده خداع لأن ده ظلمة لأن ده معناه إنه مش حقيقي هو بيحب الحقيقة عشان أكون حقيقي فاهميني الحتة دي؟ جميلة جدا 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 نور وما فيش ظلمة فما منتكعبلش اللي يتقال حقيقي وما يتخباش فتبقى العلاقة حقيقية والعيوب تطلع على السطح وربنا يعمل إيه؟ ينظفها وربنا ينظفها الفكرة دي في المجتمع اللي إحنا بنعيش فيه ملهاش قيمة كبرى تنهار ده تمشي في الشارع تسأل أي واحد أي سؤال عن أي حاجة أول رد فعل في أغلب الأحيان ما يقولكش الحقيقة لقل الحقيقة تضره أو لقل الحقيقة تفيدك الأول يتطمن أنه لو قال الحقيقة لهو حينضر ولا أنت حتستفيد فأول رد فعل يجذب الكدب بقى عندنا عادة أصيلة في المجتمع خطية صغيرة خطية إيه؟ صغيرة تسمحوا لي أرى لكم في سفر الرؤية الكتاب حاطت الكدب من ضمن آني خطايا ونتائجها إيه؟ مخيفة جدا جدا وده يوريني أن قد إيه ربنا مهتم بالقضية دي لأنها بتعبر عن ضد الطبيعة الإلهية بالزبط في سفر الرؤية أصح واحد وعشرين وبيقول الكلمات دي من عدد سبعة من يغلب يارث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي إبنا أما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والصحراء وعبدة الأوسان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة من ناروة كبريت يا ناروة بيض حاطة الكذبة من ضم اللستة البشعة دي يقل عنهم في إيه؟ تاني تاني بيقول إيه؟ في 22 آخر مش هدية بيقول إيه؟ عدد 14 توبة للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلون من الأبواب إلى المدينة لأن خارجاً الكلاب والصحراء والزناة والقتلة وعبدة الأوسان وكل من يحب ويصنع كذباً يا ناروة بيض مش معقول مش معقول يا رب ده الكتب ده من الخطايا الصغرى في نظر ربنا ده من الخطايا الكبرى أوي 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 لأن ده خداع النفس ده الضلال ده الضلال ده السلوك في الضلمة ده العمى ده ما عنديش أمل لأن خداعت نفسي فضعت وبخدع الناس فوضيعهم وكل من يحب ويصنع كذباً واحدة من ألقاب إبليس في يحنى 8 قال كذاب وأبو الكذاب فاللي بيكذب عادي ده ده ابن إبليس لأن ده الكذاب اللي عن طريق كده بعمل إيه؟ خدع الناس للجحيم فهو أنا بكذب أنا بخدع الناس للجحيم أنا برتكب واحدة من أعظم الجرائم أنا بخدع الناس ياه الحق قيمة عندك كبيرة كده عرب ها لأن الحق بينقذ الإنسان والضلال بيضيع الإنسان لأن الرياء بيضمر حياة الإنسان بيظن أنه كويس فأعمى بينما لما بشيل الأقنعة بشوف الحقيقة بشوف أني خاطي محتاج الرحمة ومحتاج التوبة فهمتوني؟ الصفة دي على قدمة صغيرة لكن عند ربنا كبيرة أوي كبيرة أوي ربنا حقيقي ويحب الحق وعايز ولاده يبقوا حقيقيين ويقولوا الحقيقة ولما غلط أرفع إيدي وأقول أنا غلطان أنا اللي غلط خاف لأننا اعترفنا بخطيانه وأمين وعادل مش بس يخفر ويطهرنا من كل الخطيئة إن قلنا أننا بلا خطيئة نخدع أنفسنا ونضيع روحنا وبنكذب على روحنا فهمين الفرق ما بين الاتنين إزاي؟ فربنا لأن اللي جواه حلوه مش بيكذب وما بيخبيش حاجة وعايز يكشف نفسه تقول له تعالى زرني وشفني على حياتي تعالى أتمنى تعرفني على حياتي أتمنى ما عنديش حاجة إيه؟ خبيها وعايز في علاقتي معاك وفي علاقتكم مع بعض تبقوا ترانسبيرنت كده تبقوا شفافين عشان بالطريقة دية علاقتكم مع بعض حتبقى حقيقية وبالطريقة دية الغلط حيحصل له إيه؟ حيطلع فأقدر أشيلوا فأقدر أتحركوا أسئلة في ناس بتجذب بس مش عامداً يعني مثلاً بيبقى سؤال تلقائي فالرد كان تلقائي لكن بعد كده الشخص هواش قاصد إنه يجذب فهل دي بتساوي إن الشخص اللي بيدبر الكذب؟ يعني كده بيضى يعني لا مش مقصودة يعني مثلاً سؤال لا سؤال تلقائي فالرد كان كده بعد كده حتى هو بعديها يكسف يعتذر للي قدامه وفي نفس الوقت ليه؟ لأنه حسنه كدب ليه لما بكدب مش قاصد بتكسف أعتذر؟ ليه؟ يعني هو سؤال تلقائي وسريع فرد رد كده تلقائي لكن هو ما بيدبر لهوش ولا بيخطط طيب حيجي فلان يسألني في الحاجة الفلانية فحرد وأقول كذا طيب ليه مش بيبقى رد الفعل بعد ما فوق إنه يروح الشخص يقول له على فكرة فكرة مش دي الحقيقة أنا 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 قلت كلام ليه؟ بتكسف دي حاجة وحاجة تانية محددتك بتتكلم عن الله إنه نور أنا شايف إنه هم عشان ما بيخافش أغلب الكذب خوف خوف وخجل خجلان من أنا جذبت أو كسوف زي محددتك قلت كويس قوي خليني أقول الترتيب دايما أنا ممكن أبقى بكذب كذبة مش بتضر حد ومش مقصودة كويس؟ وخافة أطلع للنور فبقى بنسحب للايه؟ للضلمة كويس؟ بعد شوية لما تكون بقى الحقيقة ممكن تضرني هكذب عمداً مش كده؟ فتعود أكذب فالأول أنا مقصدش وبعين بقيت؟ بقصد فالأول كذبت وبعين بقيت؟ كذاب وبعد شوية ببقى إيه؟ ببقى أنا كذبة ببقى أنا كذبة ببقى أنا مش حقيقة مزيف كمية الناس المزيفين خالية صح؟ مزيف يا معرسان مزيفين صح؟ ويا معرس مزيفين تفاجأ بعد الجواد مش ده خالص اللي أنا خطبته صح؟ مزيف عشان كده أنا لازم من الأول أعيش في النور وما خافش إن يطلع غرطان وأقول على فكرة أنا اللي قلته مش حقيقي يعني لو قلت الكذبة كبير ما تقولش إنك كذبت يعني اللي قلته مش حقيقي أنا طلخبطت في الكلام وتسرعت وعايزة أصلح المعلومة المعلومة مش كده عايزة التواضع عايزة الصدق عايزة أني مش خايف على شكلي بس عايزة أكون حقيقي مش خايف على شكلي عايزة أكون حقيقي القيمة عندي إيه؟ شكلي ولا أني أكون حقيقي أيهوة أفضل فيمتوني بقول إيه؟ لما بعمل كده مش هعمل اللي بعدها مش هقصد مش هقصد لو تسهلت في السهلة مش هقدر أرفض الصعبة صح؟ إحنا دايما نقول إيه؟ الواحد المسيح قال أمين في القليل أمين في الكثير كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير بصوا الترتيب بصوا الترتيب أنا بتساهل في القليل دي فكة إذا كنت مش أمين في القليل من يقيمك على الكثير؟ إذا كان السهل بتتساهل فيه الصعبة هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ فدي نفس الفكرة بالحاكس أنا فرصتي مع المواقف دية إن أقف وأقول أنا غلطان دا حيخليني مغلطش في الكبير إلا عشان أقول أنا غلطان هتبقى صعب قوي 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 أريد أن أعيش في النور أعيش في النور ليس إنني مغلطش أعيش في النور إن لما أغلط أرفع إيدي أقول أنا غلطان سؤال على قد ما هوست بسؤال كالعيدة يعني إحنا هنا بنحاول نعالج إنه ما أجذبش أنا دلوقتي وصلت للمرحلة التالتة بقيت كاذب ماشي حياتي كلها متلقبطة لإني من كنت ما بقيت أجذب أنا نفسي بقيت أصدق الكتبة يعني أنا ما بقيتش عارفة أميز مثلا ما بين الصح والخلاص أنا بقيت حد ماشي في التالتة دي تماما وكل حوالية بتقول كده يعني كل حوالية بيوصلوا لي رسائل الكتب وكل المجتمع بيقول إنه لو كذبت هتعرف تعيش هتعرفت كامل وأنا وصلت للمرحلة التالتة أعمل إيه؟ قلت له إيه؟ قال لي وأنا صغير أبويا طلق أمي وسبنا ومشي وتجوز وعاش ونسينا خالص ولما بقيت أكبر أمي قالت لي مش هينفع تقول صحابك إن باباك مطلقني مش كويس في حقي ومش كويس في حقك فخلينا نقول بابا مات وهو بالنسبة لنا مات فقول بابا مات فتربيت في الكنيسة وسط أصدقائي كلهم عارفين إن بابا مات بابا مات بابا مات مش موجود أصلا فمات محدش بيشوف ولا أنا بشوف بابا مات لغاية لما جاسن الجيش اطريت أروح لأبويا عشان أخذ منه ورقة إن أنا الوحيد من الزوجة ديات عشان أعفى من الجيش فوجهت نفسي بالحقيقة إن بابا إيه؟ عايش رحت له عشان أخذ الورقة دي وقعد يقول لي ده أمك هي السبب وقال كانت لقاء بيقول لي بالنسبة لي صعب جدا وجارح جدا لكن صح جوايا الفكرة إن أنا عايش في كتبة مع كل الناس إن بابا مات وبابا عايش خدت الورقة وخدت الإعفاء من الجيش وكتمت على الخبر بالنسبة لي لغاية لما حضر السمينار بتاع أخرج للنور وعيش للنور وصلح الحقائق المجذوبة عنك قال لي أعمل إيه دلوقتي؟ قلت له بكرة في السمينار أغلب أصحابك موجودين وقفوا قلهم عايز أقول لكم الحقيقة عايز أقول لكم أبوي عايش وطلق أمي وأنا خبيت الحقيقة لي عنكم بصي لي كده وقال لي إيه إزاي يا قال لي قلت له ده عار قال لي ماما بتقول قلت له ده عار دي غلطتك في حاجة يعني ده يتخلي العروسة اللي أنت عايزها تقول لك لا ما تجاوزكش قال لي ماما بتقول كده قلت له قل لي رد علي قال لي لا قلت له لي تعيش في الظلمة لي تعيش حقيقة زي كده أنت مخبيها أنت حاسس أنك مش حقيقي أن في حاجة في حياتك مش حقيقية ما قلتهاش لحد من الناس أنت متابعاني؟ أنت فهماني؟ تاني يوم ويفق قدام الناس وقال له الناس قفت له يقول حسيت كإني في قفص خرجت منه خرجت للنور أقدر في أي لحظة أقف وأسيب الظلمة وأطلع على النور أقدر الحرية اللي أحس بيها ملحش تمن إحنا فاكرين أن الظلمة حلوة الظلمة مليانة خوف صح؟ والنور مليان راحة وطمأنينة ومش خايف من حد ما حدش يارف يهددني يقول لي أنا قلته لكل دي الناس أنا قلت لكل الناس الحقيقة حتى بتزيني بإيه؟ إبليس لا يقدر يبتزيني ولا حد يرى بتزيني أنا قلت للناس محدش بقى لي عندي حاجة مهما وصلت أقدر أرجع للنور وتعرفون الحق والحق يحرركم وتعيشون في الحق فلا نستعبد لأحد حتى الخوف ما يقدرش يستعبدني واضح؟ هو ده ممكن يعني مش ممكن أنا يعني لو أنا مخبية حدث أنا ممكن أقصره في لحظة كويس بس لو أنا أعتدت على الكذب في المطلق فما بدقي نفسها بقت كذبة نظبوط فعمل إيه؟ آه يعني الموضوع ده ما ينفعش الكذب في لحظة يابونا لا لا سهل قوي برضو ليه؟ هقولي روحي من الآن فصاعدا أي كلمة مش حقيقية هصلحها في الحال على طول بعد أسبوع هبطل أكذب لأن هتطر أصلح كلامي سبع مرات في اليوم في تسعة واربعين مرة في أسبوع هتوب هتوب لأن قلت الروحي من الآن فصاعدا لما أكذب هرفع أيدي وأقول كذبت في أسبوع هتخف في أسبوع هتخف هسألك سؤيل ها الكذب ده مرض يعني لو أنا واسق المحرر المرحلة الثالثة دي مرض ماحتاجة أمشي سكك نفسية وروحية عشان أنا فاوصل للحتة اللي حذر بتقولها أنا مش عارفة أشوفها إنها بالسهولة دي بصراحة يعني ولا هي عادة سلوكية أنا عتدت عليها فأنا هاقصرها في ضوء الحق وأنه لما أنا رئيب نفسي في كده وفي كده في منها مرض ونتيجة فوبيا نوع من أنواع المخاوف والوساوس فمحتاجة علاج نفسي لكن في أغلب الأحوال بتبقى أنا عملت كده أنا كدبت من غير مقصد أنا كدبت أقصد أنا تعودت فبقت عادة في حياتي فزي ما مشيتها كده قدر أعمل إيه؟ قدر أمشيها كده بس كده هتبقى أسرع قوي زي ما قلت في أسبوع هتخلص المشير بتاعي هقدر يقول لي إذا كانت دي محتاجة علاج نفسي ولا لا إحنا بقينا دلوقتي كمان بنستسهل فكرة العلاج النفسي لأنه كأنه بيريحني أنا مريض مش دايماً بتبقى دي الحقيقة مرض حقيقة فعلاً ومحتاج مرض ما يمكن بعض الأحيان دوا مهدق لأنه بيبقى مقدار الخوف اللي جواي بيخليني أجد بدون أن أقصد فمحتاج حاجة تساعدني أني مخافش ومرض محتاج جلسات مشهورة تطلعني من هذا الخوف لكن كده أو كده سكة العودة مالها مفتوحة بمساعدة طبيب أو بعد مساعدة طبيب بمساعدة مشير يمكن مش طبيب لأن الخروج للنور مريح راحة خيالية خيالية إيه الأسئلة الجميلة دي أولاد سؤال تاني بخصوص أن احنا تكلمنا في رسالة يوحنة الأولى فأنا طول عمري فاهم وأنا أقرأ الرسالة دي بحبها جامد قوي أنه إن قلنا أننا بلا خطيئة نضل عن نفسنا كنت فاهم دايما أن دوت الإنسان اللي هو قبل ما يعرف المسيح وقبل ما يتولد ما فيش واحد يقول أنا مية في المية وأنا مش محتاج لربنا ومش محتاج للغفران يعني أو مش محتاج للعمل المسيح وبعد كده بتقول المولود من الله لا يخطي فبرضو اللي أنا فاهمه إنه طالما اتولدت ولادة جديدة من الله فالمفروض وعيب علي وما ينفعش وما يصحش إن أنا أخطي فبس مع تفسيرات كثيرة في الحتة دي في حد ما بغلاج المفروض المولود من الله لا يخطي في حد ما بيعملش كده هو أنا لما ببص على شخصيات في الكتاب بعد مقابلتهم لربنا مقابلة حقيقية حياتهم اختلفة بترس مغلاج بعد الإيمان وبعد يوم الخمسين ما كتبش بولس إنه راقة وأنا واجهته في رياءه بس دي مش خطيئة يعني يعقوب ما قالش في أشياء كثيرة نعثر جميعنا طيب خليني سهلة خليني بدل ما هنا إن قلنا إننا بالخطيئة نضل أنفسنا إن اعترفنا ده بيكلم عن مؤمنين مش عادة غير مؤمنين قبل كده بيقول إن سلكنا في النور كما هو في النور فهنا شركة بعضنا مع بعض فهنا بيكلم مؤمنين الآية بتاعة المولود من الله لا يخطئ لا يخطئ هنا لا يستمر في فعل الخطيئة فلا يخطئ هنا جاية الزمن بتاعها مضارع مستمر ففي اليوناني نوع الفيرب نوع الفعل بيحدد الزمن والمقصود منه لا يستمر في الخطيئة أيوة لأن الصديق لما يسقط يعمل إيه يقوم إذا أنا وقعت في الخطيئة ومكمل فيها مكمل فيها مكمل فيها وبصلي ومكمل إيه أنا بتحكي عن نفسي فالمولود من الله لا يستمر في فعل الخطيئة إذا سقطت أقوم إذا جلست في الظلمة الرب يعمل إيه ينير لي وده الفرق ده الفرق زي ما قلناه زمان قوي الفرق بين طبيعة الخنزير بيحب الطينة تحميه ينزل في الطينة هو عايز الطينة واخد بالك لكن لما بتغير ببقى مش عايز الطينة زي الخروف منقول لو وقع في الطينة بيطلع وبينفض لأنه مش بيستحملها على جسمه فأنا بتغير بالولادة التانية بالحياة مع المسيح من طبيعة تحب الشر إلى طبيعة تبغض الشر فلو غلط عايز أقوم وعايز أستحمى عايز أنضف مش قادر استحمل الموقف ده فالذي يستمر في الخطيئة لم يولد من الله لكن إن قلنا أننا بلا خطيئة بعد الإيمان إحنا بنتدعي كذبا من منا لا يخطئ إن قلنا أننا بلا خطيئة نضل أنفسنا وليس الحق فينا ما لإيه؟ لما نغلط نعترف بخطيئنا هو هيخفر لنا ده أكيد لكن الأهم كمان من الغفران بعد الإيمان هو إيه؟ إن يعمل إيه؟ يطهر الجرح يطهره شن يخف هيسمحني ده مات لأجلي لكن في حاجة تانية بتتعمل بعد الإيمان مش الغفران يطهر يطهر ودي الحطة اللي بيتكلم عنها فاهمين لا يزيقولوا؟ أنا عورت روحي وربنا ما ليش مسامحك يا حبيبي طيب بس في جرح دلوقتي لو ما اتطهرش حيتقيح فأنا محتاج أني لما أعترف أروح عشان أتطهر فأخف من اللي أنا عملته أخف فأشفى فلا أستعبد للخطيئة وأعيش في النور وأكمل مع ربنا بجري نفسي صحيحة وقلبي صحيح ومقبل على الحياة وعارف أغلب الشر في الحياة واطح الفرق ما بين الاثنين أعيز أشكركم على الأسئلة ديت وعلى الصدق في الأسئلة وعلى المتابعة الرائعة إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من مدرسة المسيح ربنا يباركو ويعمق روح التلمزة في حياتكم مدرسة المسيح عزيزي المشاهد في ختام حلقتنا برحب بيك تلميس في مدرسة المسيح وبشجعك أنك تواظب وتداوم في المدرسة ديت اللي بصلي أنها تكون نور وإعلان في طريق رحلتك مع يسوع عشان كده بشجعك أنك تكتب لينا وترسلنا على الويب سايت تحل الامتحانات اللي موجودة وتبعث لنا الأسئلة اللي أنت مش فاهمها أنا عارف أن المدرسة دي بتصير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبة لك وإحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك أنك تعيش للرب بكل قلبك أمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر